اشتركوا في القناة ويجب أن يكونوا عليه مع عودة المدارس بداية شو هي أهم النصائح اللي بتقدمها لكل من الأهل والطلاب لا شك أن المدرسة هي مجال للعمل ومجال للتحدي وللنجاح بداية يجب أن يكون في عنا تحضير نفسي للطفل وخاصة إذا كان بالسنوات الأولى للزهاب إلى المدرسة ويجب أن نغرس في نفسي الحافز وأن نضع له الشرح مبسط عن العمل في المدرسة حتى يصبح مستعد القاعدة العامة بتقول أن الجسم يرتكس للإعداد النفسي فيصبح أكثر قدرة على العمل لما يكون في عنا تحييق نفسي فالخطوة الأولى التحييق النفسي للأطفال للزهاب عدا عن ذلك يجب أن نعرف بعض النقاط العامة أن المدارس معظمة تبدأ بدوام مبكر فيجب أن يأخذ الطفل قصد كبير من النوم وكافي وأن يستيقظ باكرا ليس قبل مباشرة أن يذهب إلى المدرسة ولكن أن يستيقظ قبل فترة يتمكن فيها من خلال تناول طعامه والاستمتاع بوالديه والحديث معهم والكلام معهم وثابت أن تقبيل الطفل ومعانقته قبل الذهاب إلى المدرسة يعطيه جزء من المناعة ويعطيه جزء من الاستقرار النفسي الطفل لم يبروها المدرسة حيواجه توتر نفسي عادة كم ساعة بك في الطفل؟ أطل ساعة بالنسبة للنوم من ساعات وسطيا لكن ممكن الأطفال الصغر يحتاجوا 9 ساعات أو 10 ساعات دكتور موضوع تنظيم النوم هو موضوع جدا شائك عند الأمهات خصوصا بعدما يتعودوا الأطفال بعطلة الصيف أنهم يناموا لوقت متأخر كيف ممكن نساعد الأم أن نتنظم نوم طفلا؟ لا شك أن معظم الأطفال في الصيف تنام بشكل متأخر حتى نحن نشعل الطفل ينام بشكل مبكر نلجأ بشكل تدريجي إلى إيقاظه مبكرا فيحتاج إلى النوم مبكر وبشكل متسلسل ومتدريج بلجأ بسير بنام بكير قاعدتين رئيسيات أن بعض العصر ما يكون في نوم عند الطفل ولا حتى القيلولة الصغيرة القيلولة بعمل الظهر والعصر أما بعض العصر فإذا نام ما يبعد يقدر ينام في الليل فبسير بيقدر ينام بشكل مبكر فساعتها بيقدر يستيقظ ويقوم يتناول الفطور والطعام الفطور جداً هذا لأطفال المدارس السبب أنه أثناء الليل تتصبط الاستقلاب ويبقى بس الاستقلاب الأساسي شو الاستقلاب الأساسي؟ يعني الاستقلاب اللي بيحافظ على عمل غضلة القلب والتنفس والجهاز الكلوي أما العضلات بتكون بحالة سباب وبالتالي لما يستيقظ الغدة الدرقية إذا بدأ بالطعام الفطور تتنشط الغدة الدرقية هي غدة الاستقلاب وبالتالي يسمح عندي منه الإدراك والاستهاب أسهل فطعام الفطور دائماً يجب أن يكون أساسي وجرت العادة أنه مثلاً يعطوا الطفل مثلاً سندويشي أو مع شابة من الأطعمة التي يأكلها في المدرسة هذا لا بعث به لكن لابد من تناول طعام الفطور مع الوالدين وبشكل جيد وأن يكون فيه شيء يعزز مناعته ويعزز قدراته الفكرية لأن نحن نعرف أنه طعام الفطور بيؤدي إلى زيادة الطاقة عند الطفل إذا كان مناسب فيذهب إلى المدرسة وعنده طاقة جسمية وطاقة عقلية جيدة إلى الاستهاب والفهم شو لازم أمهات يقدموا وجبة فطور في المدرسة للأطفال كشكل عام نحن طبعاً نعرف أنه زهاب إلى المدرسة يؤدي إلى الاختلاط والاختلاط بيصير في عند منها انتقال الأمراض فالطعام لجب أن يكون يحوي على مواد تعزز المناعة وتعزز الطاقة الجسدية والفكرية أمثلة كأمثلة على هذه المشروب العصائر جداً مفيدة العسل، الأجبان، الألبان كلها جداً مفيدة للطفل فتزوده بالكالسة وتزوده بالغناصر الطاقة لا مانع من أن يتناول مثلاً كأس صغير من الشاي أو العصير هذا الشيء بيؤدي إلى أنه يصير عنده حافة جيد بدون ما يكون فيه إفرار وبدون ما يكون فيه إقلال بموسم المدرسة تبتعل مثل ما ذكرت الأمراض وتكتر كثير بين الأطفال العدوى كيف فيني أنا أعزز مناعته بنفس الوقت؟ هل في لقاحات معينة بيأخذ الطفل قبل ذهاب للمدرسة؟ دائماً الاختلاط يؤدي إلى كسرة الأمراض لأن الطفل موجود بضمن وسط محدود وبالتالي تنتشر عبر الهواء الجراسيم وعبر الأيدي أول قاعدة نحن لازم نقول أنه الطفل يجب أن يكون لديه بعض المعلومات المعلومات هي المفيدة المعلومات الصحية فمثلاً أن الطفل لو كان الطفل بسعود أو طفل مثلاً لديه رشح فيجب أنه لما يسعود ما يضع إيده لأنه إذا وضع إيده سيأكل أو يلمش صديقه وبالتالي تنتقل العدوى ولكن يضع محرمة في يده أو يضع دكتور ككبار نحن نضع إيدنا هي نقطة تساعد بانتقال المرض فنحن نريد أن نحدد من انتقال المرض يضع محرمة وإذا لم تتوفر يضع كهو ولو كان في الصف فهو لا يسعود بوجه نفقاته ولكن باتجاه الجدار أو باتجاه منطقة لا يوجد فيها أقرانة إذن أول قاعدة لو أن الطفل لديه مرض خاصة المرض التنفسي نعلمه بعض الأشياء حتى لا يكون سبب في عدو الآخرين ونعلم الطفل السليم أنه لو فيه إنسان طفل مريض وهم يسعود نحن ممكن ندير رشنا أو نبتعد عنه أو ما نكون إعرابة كتير منه لأنه كل ما صارت المسافة قريبة تصير تسمع أكثر للمرض هذه أول قاعدة القاعدة الثانية هي تعليم غسيل الأيدي وليس غسيل الأيدي فقط ولكن أيضاً الفم والأنف والوجه أحسن ولو أننا استمرنا في غسيل الأيدي إلى منطقة الكوع بيكون أفضل هذا الشيء أقرب ما يكون إلى أنه نحن الجلسين قد لا تكون موجودة هون ولكن قد تكون موجودة في منطقة بعض فنحن منغسل الفم والأنف والوجه والأيدي وغسيل الأيدي يشب أن يكون بشكل صحيح فأن يفرق الأضافر بهذه الشكل وأن ينبسح مع بين الأصابع وأن يكون بهدوء كثير من الأطفال بغسله شوي بالصارون لا تكفي هذه لزهاب الجراسيم في دراسات بالولايات المتحدة على موضوع غسل الأيدي أن غسل الأيدي بليفة وصابونة يقلل إلتهاب اللوزات عند الأطفال من 4 إلى 1 ويقلل إلتهابات الرشح والإلتهابات الفيروسية بنسبة 9 إلى 1 يعني معناها كثير من الزات فائدة فنحن نعتني بطريقة الغسل أن تكون بهدوء وتشمل الأظافر وأما بين الأصابع وبطط هذه المنطقة حتى ما يكون فيه انتقال للمرأة للعدواء خاصة إذا الطفل ذهب إلى المدرسة وتصار على أن تتماس أو مثلا استخدم الحمام هذه وصائط للنقل العدواء يكون يهرف كيف يغسل إليه بالنسبة أحيانا للأطفال بتشاركوا مع أقرانهم الأكل المشترك هل هذا تصرف صحيح يعني هلهم بيحاولوا يدربوهم على التعامل أو المشاركة صحيح طالما الأطفال السوياء ما عندهم مرض بشكل مؤكد فلا مانع من المشاركة وكل واحد منهم غسل إيديه وكل منهم واحد خفز طعامه لا مانع فالحياة اللي فيها تشارك حياة تبعث على الحب وتبعث على المتعة بالمدرسة أما لو أن أحدا مريض فهذا هون تقع المشكلة وخاصة إذا عنده مريض مرض تنفسي أو مرض حضمي فهذا بده يؤدي إلى انتشار المرض لذلك هو قوانين المدارس بتقول إذا في حدا مرضان منعجله أو منخليه في البيت فهذا بساعد أنه ما يصير فيه عندهم منه كسرة في انتشار المرض في حال الطفل مرض أو الطالب مرض أدي المفروض أهله يخلوه بالبيت غايب أدي مدة حضانة المرض طبعا تختلف حسب الأمراض الأمراض التنفسية عادة 3 إلى 7 أيام الأمراض الثلاثة 3 إلى 5 أيام فإذا إذا أصاب مثلا بالتهاب معدى وأمان ممكن 3 إلى 5 أيام مرض تنفسي 5 إلى 7 أيام هناك أمراض أخرى مثل مثلا النكاف مثل جدر الماء مثل الحصبة قد تكون أكثر شوية المدة حوالي 8 أيام أو 9 أيام هل في لقاحات معينة بتعزز من مناعة الفلونزة؟ لا شك أنه نحن شي طبيعي أنه الاقترار من المدرسة يكسر الأمراض التنفسية فهناك عدة أنواع أكثر شي شيوعا عن لقاح الأنفلونزة وهو يعطى للأطفال وبيفيد من الوقاية من الأنفلونزة الخطرة لكل الأعمار يعطى؟ يعطى فوق 6 شهر وخاصة للأطفال اللي عندهم ربو أو اللي عم بيستخد مؤدوية معينة كالكورتزون أو ما شابه أو عندهم ضعف مناعي أو بيتكرر عندهم المرض فهو مفيد لهم هناك لقاحات أخرى أيضا يمكن أن تعطى بحالات معينة كلقاحات التهاب القصبات أو التهابات الأمعاء وما شابه لكن بيظل اللقاح محدود الفائدة إنما الطعام اللي بيأخذ الطفل واللي بيكون غني بالزنك الزنك جدا هام بالمناعة والسيلينيوم والفايتامين سي والحمود الآمنية والسري أوميغا وهذا الطعام متاح لكل فإنحنا مثلا يمكن أن يكون طعامنا يحوي على قليل من العسل أو قليل من عصير الليمون أو قليل من المكسرة أو اللحوم فهذه ترفع المناعة وتشعل الطفل مناعته أفضل إضافة لأعطاء اللقاحات في بدائل بالفيتامينات عن هذه الأكلات إذا الطفل ما بيتناوله؟ طبعا هناك بدائل وفي أشياء كثيرة يمكن من الأولى أنا دائما بحب أوسل أطفال أن يكون صباحا مثلا عسل مع مكسرات في الظهر الليمون والمساء اللبن الرائب اللبن الرائب جدا مفيد أيضا هناك أطعمة كثيرة يمكن أن نضيفها لأطعمتنا مثلا ممكن نضيف قليل من الكركم أو الزنجبيل إلى أطلاط الطفل بتسهل إذا تعذر على الطفل تناول هذه يمكن اللجوء إلى مركبات دوائية تحوي هذه المواد الزينك، السيلينيوم، الفيتامين سي، الفيتامين بي وغيرها من الأشياء والمعادن اللي بتزيد منعة الطفل وتقييمة للأمراض شكرا جزيلا لك دكتور بشير زموة بتشكرك على المصائح القيمة اللي قدمتنا شكرا للك، شكرا للمشاهدين أتمنى الصحة والسلامة للجميع وأن تكون المدرسة حافز عند الأطفال للعمل والإجتهاد وأن يدعم الأهل للأطفال بالنظام، بالنظام النوم، بالنظام الأكل، وبالنظام المنار شكرا جزيلا لك شكرا لك مشاهدين خليكم مكملين معنا فاصل صغير وراح نواصل معكم باقي فقرات حلقتنا لهالأسبوع